مولينا من لندن مراسل الغد محمد الفينيش محمد سبع الخير ما أخير معلومات لديك حول صحة بوريس جونسون ولسيما أنه خرج الآن من العناية المركزة كما قال أحد الوزراء وهو مايكل كوف مايكل كوف كشف قبل قليل أن الرئيس الوزراء بوريس جونسون يتلقى الأكسجين لكنه ليس تحت جهاز التنفس الصناعي نحن نعلم أن بوريس جونسون عمره خمسة وخمسون عاما وأنه يتمتع بصحة جيدة وقاد حتى إصابته بفيروس كورونا منذ السبع والعشرين من الشهر الماضي اعتزل ومارس الحجر الصحي بطريقة عادية وكان يتابع خطط حكومته في وقف انتشار فيروس كورونا بشكل عادي حتى يوم الأحد الماضي حيث تم نقله إلى المستشفى لتسوء حالته ليلة أمس نحن نتذكر كذلك تصريح تاندون ستريت أو مقر رئاسة الوزراء منتصف يوم أمس عندما قال أن صحة رئيس الوزراء تتحسن لكن هذا الأمر اختلف في المساء أو في الليل عندما تطورت المرحلة إلى مرحلة حرجة هذا يبين أن الفيروس كورونا يختلف حسب الأشخاص فنحن نتذكر أن الأمير تشالز البالغ 71 عاما أصيب وبعد أسبوع ظلت حالته مستقرة وشوفي كذلك وزير الصحة أصيب وشوفي حسب المعلومات المتوفرة لديك محمد هل هو خرج من العناية المركزة أم فقط تلقى الأكسيجين ولا زال في العناية المركزة وهل كل ما يعلن حتى الآن للعنى من لندن أو من مملكة المتحدة حول صحته يتمعز بنوع من الشفافية أم ربما فيه موضوع من الغموض كما حصل في السابق مع تشارشل في أربعينيات القرن الماضي حاليا ما لدينا رسميا هو مقاله ميكل جوف بالحرف حيث قال أن بوريس جونسون يتلقى العناية الطبية الدقيقة ليس تحت جهاز التنفس الصناعي لكنه يتلقى الأكسيجين بين الفترة والأخرى لدعم تطور شفائه وقال أنه سيكشف تطورات صحة رئيس الوزراء بشكل مسترسل وبالتالي لا يمكن الاعتماد على شيء رسمي إلا ما يبلغ عنه مكتب رئاسة الوزراء كذلك لو بد أن أشير أن هناك تعاطف كبير هنا في بريطانيا مع بوريس جونسون إذا كانت الخلافات السياسية وإذا كان موضوع البريكسيت وإذا كانت الانتخابات الأخيرة قد قسمت الشعب البريطاني مرض بوريس جونسون ليلة البارحة وحد الجميع هناك تعاطف كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي هناك تعاطف حتى من المعارضين السياسيين هناك كير ستارما زعيم حزب العمال تمنى الشفاء العاجل لبوريس جونسون كذلك عمضة لندن سديق خان رؤساء دول كذلك على رأسهم الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي ورؤساء دول عدة بعثوا بطلب الشفاء العاجل لرئيس الوزراء بوريس جونسون معروف أنه كان يركز على حملة بقاء المواطنين البريطانيين في منازلهم قادها بنجاح لكن مرضه بهذا الشكل المفاجئ قد يكون أربكة بعد الحسابات وطرك دومينيك راب ينوب عنه ويتجه في نفس الخطة خطة بوريس جونسون أنا أشكرك جزيلا الشكر من لندن نكنت معنا محمد الفنيش مراسل القادم اشتركوا في القناة